الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كل سنة وإنتم طيبين بدخول عشرة منزل حجة طبعا أفضل أيام الدنيا في أحاديث كتيرة هي العشرة منزل حجة طيب نعمل إيه علشان نغتنم الأوقات دي مش بس نهتم بالمطبخ وتنظيف المطبخ وكمان ننظف الصالون وننظف البيت عشان العيد علشان استقبال العيد ونجهز للعيد لا طبعا صحيح لا تنسى نصيبك من الدنيا الواحد يعمل كله ده وهو بيجتهد عشان يغتنم العشرة من زي الحجة لان ربنا بيبعث لك فيها مواسم لازم تستغليها لانها ايام معلومات معروفة مش ايام معدودات لا ايام معلومات لازم نجتهد فيها ايه اللي نفضل نعمله او ايه الاحسن شيء نعملها الصلاة افضل شيء ان انت تصلي اول لما الصلاة تبدأ النوافل الصيام نصوم التسع ايام دول اللي مش هيقدر يصوم التسعة ممكن يصوم يوم عرفة يكفر سنة قابليها وسنة بعديها ايه كمان التكبير والتهليل والتحميد يعني استكسروا من التسبحات دي كتير الصدقة بر الوالدين طعام الطعام يعني فيه حاجات كتيرة ممكن ان احنا نقدر نعملها جعلنا الله وإياكم من اهل الجنة يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم جميعا عاملين ايه يارب تكونوا كلكم بخير وصحة وعافية اليوم طبعا السبت بوريكم ازاي انا غيرت التلاجة حطيت فيها منظمات جديدة شكلها حلو مرتب هوريكم كمان طريقتي ازاي برس فيها الخضروات وازاي نحافظ عليها تقعد معانا مثلا لمدة اسبوع انا كل الخضروات والفواكه اللي بجيبها ممكن بقعتها معي في التلاجة لمدة اسبوع ياريت ما يكونش اكتر من كده لاني ممكن هتخرب معاكي او هتكون يعني مش مش فريش لكن كل اسبوع كويس جدا ان احنا نعملها كده يلا نشوف مع بعض ازاي نرتب ازاي نحافظ عليها وتفضل معانا فريش يلا نشوف مع بعض اندي هنبدأ بايه هنبدأ بالطماطم برس الطماطم الاول لما بجيبها من بره معايا فوطة نظيفة بمسحها ازاي بمسح الطماطم بس من بره واروح رصها في السندوق زي ما انتو شايفين كده واغطيها بستريتش رول ومن تحت كمان ممكن احط لها مناديل الورق لوانا هخليها مدة اطول يعني لكن لو هخليها لمدة اسبوع عادي خلاص بحطها كده من غير مناديل باقي الخضروات برضو بنفس الطريقة بحطها كده لو عندي خيار لو عندي بتنجان كوسة يعني اي حاجة انا بجيبها بعملها نفس ما عملت بالطماطم بمسحها الاول وبحطها مش بخسلها ولا حاجة بس مسح يلا نحط بقى المنظمات دي او السندوق في التلاجة ونشوف ايه شكلها رصيتهم بالشكل ده في التلاجة انا عندي المقاس بياخد اربعة بوكسات من دي من السندوق دي بياخد اربعة فحطيت زي ما انتو شايفين كده البتنجان والكوسة والخيار وغطيتهم كمان بستريتش رول شايفين الستريتش رول ده بيحافز فعلا على الخضروات تقعد معاك اسبوع وممكن اكتر كمان لما اعوز اطلع بحوش الستريتش وباخد زي ما انتو شايفين حبات الطماطم واغطيها تاني علشان تفضل زي ما هي من غير ما تجيبي عليها ميا ولا اي شيء تكون ايديكي نشفه وانتي بتغدي الستريتش رول ده بيحافز فعلا على الخضروات بتكون تزجة عندك في التلاجة شايفين شكلها يعني بيكون فعلا شكل السندوق كمان مرتبة تغدي منها وتحطيها تاني في مكانها التلاجة هتقعد عندك مرتبة على طول يلا نرتب مع بعض بقى الفواكه برضو وكمان الفاكهة برضو هحطها في السندوق دي الموز لو انتي حططيه بره التلاجة مش بيقعد معاك تقريبا الا يومين تلاتة بالكتير لكن لو حططيه في التلاجة بيقعد معاك ممكن من اسبوع لعشر ايام يعني تقريبا كمان التفاح بيقعد فترة طويلة جدا في التلاجة ممكن خمستاشر يوم كمان البرتقان نفس الحكاية لو انتي كنت مغطيه لكن مش مغطيه هتلاقي البرتقان انكمل شوية ومش بيقعد فترة طويلة في التلاجة الجنزبيل الفرش كمان بحطه في التلاجة بيقعد لي فترة طويلة ممكن كمان نحط البطاطس لو عندك مكان لكن لو مش عندك مكان البطاطس بتعيش وقت طويل جدا برا التلاجة في التربو او في اي منظم انتي بتحطيه يلا بقى نحطها في التلاجة ونشوف شكل البوكسات مع بعض بيكون شكلها ايه في التلاجة شايفين شكلها ايه شكلها مرتب جدا انا بحبها لاني كل خضروات لوحديها بحطها لوحديها الجزر لوحديه الخيار الطماطم الجنزبيل البتنجان اي خضروات بحطها لوحديها وكمان الفواكه اي فواكه بحطها لوحديها بيحافظ على شكلها وبيخلي التلاجة دايما معايا مرتبة لو عايزة حاجة بطلع منها جرجير اي شيء بحطه لوحديه كمان بحط من فوق اللي هو البيت طبق البيت طبق العلبة دي مخصصة للبيت ان انتي بتحطيه مش بيتكسر فيه ولا شيء وبتطلعيها بكل سهولة وحتى طبعا العلبة التانية بحط فيها جبنة او زتون حلوة طحنية اي شيء انا بحب بحطه بحطه بالشكل ده الشكل ده التلاجة هتحافظ عليها وهتكون مرتبة معاكي طول الاسبوع او الاسبوعين وكمان الادراج اللي تحت انا بستخدمها لمكسرات او بحط فيها البقليات يعني الحاجات اللي زي دي بحتفز بيها في الفريزر كمان بحط التوابل اي حاجة انا خايفة عليها من الحر او كده بحطها في الفريزر العلب بتحافظ فعلا على شكل التلاجة غير الاكياس ما تمليش التلاجة كلها اكياس والفريزر كله اكياس العلب افضل شيء وتكتبي عليها اسم التوابل او اسم الحاجة اللي انت حطها كده هتكون التلاجة مرتبة معاكي ومش هتطلق بطف اي شيء وما نفتحش كمان التلاجة نفتحها على طول كل شوية فاتح كل دقيقة كل خمس دقايق لا يعني خلي التلاجة ترتاح لما بتطلعي منها الحاجة استني شوية متفضليش تفتحيها كل شوية كده بيساعد التلاجة ان هي بتقعد معاكي فترة وعمر اطول يعني اتمنى ان انا اكون افتتوكم في الفيديو ده لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد اشوفكم في فيديو جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته